اوكي لكن تبقى هنا حاجة اللي شوية مليحة هذا الفيديو هذا اللي صرى طبعا في منتدى التعاون العربي الروسي اللي نعود نطرح سؤال نقول لماذا غابت الجزار المنتدى العربي الروسي في الرباط او في نظن في الدار البيضاء في الرباط داروها المهم في المغرب غابت عنه الجزار لماذا لاننا قاطعين علاقات مع المغرب هذا ليس مبرر المغرب هاي حضرت في القمة التعالي السلم في الوهران حضروا لكن هذا موضوع اخر بعد كلا لافروف يهين وزير الخارجية المغربي بوريطة في عقر دارو ويتكلم يقوله تقرير مصير السحراء الغربية كلام مهم ومهم جدا اسمعه ترقناها خلال الاجتماع ندوى الروسي العربي ونقشناها لمستوى الثنائي الان ونقشنا القضاء الملافات الاقليمية والدولية ونحن نؤيد الدور المركزي للحق جميع الدول دامه وتقوله تبن عمل اهلية العمل والتنسيق المهم انه وصلنا الى النطائج الملموسة المهم الفيديو راه موجود باش ما يحبسونيش اللايف انه وزير الخارجية الروسي لاغروف يتكلم على تقرير المصير للشعب الصحراوي واحترام قوانين الامم المتحدة وبنود واتفاقيات وكذا 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 من المغرب السؤال مطروح هالموقف وزير الخارجية الروسي يعني جاء في سياغ الدفاع عن الشعب الصحراوي وارضاء الجزائر الجواب لا لا لاغروف تعمد لاغروف تعمد ايهانة المغرب والتركيز على الصحراء الغربية كرد كرد على موقف المغرب من الحرب في اوكرانيا لانه المغرب وقف مع اوكرانيا ضد روسيا اذا جاءت فرصة لروسيا ولافروف انه يرد الصاع صاعين ويعطيهم كف قالتهم دخلتوا في الشأن الداخلي اللي ما بيننا وما بين اوكرانيا اللي هي جمهورية من جمهورية الاتحاد السوفيتي ومشكل داخلي ودخلتوا روحكم وبعثتوا عناصر من المرتزقات تاعكم يشاركوا في حرب مع اوكرانيا ضد روسيا اذا نحن كروسيا نهينكم في عقر داركم ونشرحو لكم بانطلون في داركم ونقول لكم بلي الصحراء الغربية قضية تقرير مصير هذه الحقيقة ما لازمش واحد يقول اه والله اردلوها مليحة لشعب الصحراء وتزاير لا ما دارهاش لعلى الجزائر لعلى الصحراء الغربية ما على بلوج بيك والله ما على بلو بيك دارها رد اعتبار لروسيا لانه المغرب وقفت مع اوكرانيا ضد روسيا هذا هو المنطق اللي لازم نقتنعوا به هو لازم نحشوشل بعضنا بعض ما لازمش نكذبوا على بعضنا بعض نقولوا بلي روسيا حالي في استراتيجي لا حالي في استراتيجي لا خرشف لكابويا دراهمنا هم اللي خلونا حلفها روح قلهم انشوشعكم السلاحي لا يمشوا معاك قسم بالله ما يمشوا معاك طاحنا تحبس عليهم شراء الاسلحة هتروح تدور تشري الاسلحة من الهند وراتشري من بريطانيا او امريكا قسم بالله ما يقولك سباح الخير قسم بالله ما يقولك سباح الخير مكنش مكنش حلفاء استراتيجيين الحالي في استراتيجي هو الشعب حاليفك الاستراتيجية تبون هو الشعب لازمك توقف مع شعبك وشعبك يوقف معاك حتى تستطيع ان تتصدى لهذه المؤامرات مؤامرات المغرب مؤامرات فرنسا مؤامرات الإمارات مؤامرات مالي مؤامرات النيجو ومؤامرات كثيرة والقادم أسوأ رايحين يشرشحون ورايحين يقطعون ورايحين ينححون كم يقولك الناس الجلد على اللحم قدوها من عندي أنا قلتلك مراني مثل ما أنا مؤمن بأنه الله أحد لا شريك له أنا مؤمن أن الحرب ستقوم في الصحراء رايحة نور حرب وبرنامج ومخطط وفكرة وأمنية وحلم شارل ديجول ما زال قائم بالنسبة لفرنسا وأذنابها تقسيم الصحراء ما زال حلم الاستعمال الفرنسي وحلم أعدائنا هذا التطور الإصراف في مالي هو بداية لأزمة كبيرة وكبيرة جدا من ستشهدها المنطقة نعم للأسف الشديد حتى إحنا أعطيناهم فرصة للأسف الشديد إحنا أعطيناهم فرصة نعم أعطيناهم فرصة في الأخير كنت حاب نتكلم على اجتماع يوم 25 لكن ما نتكلمش عليها الآن نخلوهم بعد باش نتكلم عليه خلونا لأنه اجتماع 25 لأنه صدار قانون الآن صدار قانون يتكلم على اجتماع 25 كما كلها نتكلم عليه نأجلوا لأنه ما يكفيش الوقت نظن هذه النقاط اللي حطيت هنا عندي باش نتكلم عليها وشني هذه هذا هو هذا هو الموضوع الأساسي وهو أنه أنا بالنسبة لي كاين مسلمات كاين أمور مسلمات يعني لازم تأمن بها تطور الحاصل في المنطقة وهذا هي الغلايان في مالي والغلايان في النيجر والأزواد وخروج القوات الفرنسية وكذا كلها مؤشرات مؤشرات خطيرة وخطيرة جدا على قيام حرب في المنطقة مالي تستغل الإمارات تستغل الذهب في دارفور في السودان وتستغل الذهب في شمال مالي والذهب اللي تستغلوا الإمارات ما تديش الإمارات وحدها إمارات الذهب اللي تستغلوا أطنان من الذهب اللي تستغلهم تتقاسمهم مع فرنسا وأمريكا نعم مع فرنسا وأمريكا كنت نقول تتقاسمهم مش تعطيهم باطل يعني تبيع لهم ولكن بأسعار زهدة يعني المخزون الاستراتيجي الإماراتي من الذهب تتقاسمه مع فرنسا ومع أمريكا مش تكونوا فاهمين استغلال هذه الثروات في من السودان أنا دائما نقول لكم باللي الأزمة من السودان إلى موليطانيا مورورا بتشاد نيجر مالي سينيغال موليطانيا هذا ما يسمى بشريط السرحل والصحراء طبعا مع صحراء ليبيا وصحراء الجزائر اللي هي أهم منطقة أهم منطقة بالنسبة للاستعمار القديم فرنسا وأذنابه من للأسف الشديد أشقائنا خليها أرمبي إمارات والمغرب ينفذون الأجندا التي عاجزة عن تنفيذها استعمال فرنسي وما فشل ديجول في تحقيقه يسعى محمد بن زايد ومحمد وهذا يا محمد السادس لتنفيذه سؤال مطروح هل نحن مستعدون للحرب هل نحن مستعدون للحرب هل جبهتنا الداخلية موحدة وقوية هل نحن على توافق واتفاق هل نحن حضرين أنفسنا أكتفي بهذا القدر على أمل اللقاء معكم في موعدين قادم بإذن الله ألقاكم بخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته